النهاردة بعثت النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي توجهت للسعودية استعداداً إنها تشارك في كياس العالم للأندية للمرة العشرة في تاريخ النادي الأهلي كياس العالم للأندية هيبتدي بكرة بلقاء اتحاد جدى السعودي وأكلند سيتي أن يوزيلاندي أما الأهلي فهيبدأ مشواره في كياس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر اللي جاي بمواجهة الفائز من مباراة الافتتاح اللي بين اتحاد جدى السعودي وأكلند سيتي أن يوزيلاندي طبعا المرشح الأقوى للفوز في مباراة لافتتاحه فريق اتحاد جدة طبعا بيضم عدد كبير من اللعيبة اللي موجودين على مستوى العالم أبرزهم كريم بنزيمة لاعب بريال مدريد السابق النجم المصري أحمد حجازي في حالة أن الأهلي قدر يفوز على اتحاد جدة هيقابل فريق فلومنيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في مباراة نصف نهاء البطولة اللي هيكون يوم 18 ديسمبر الحقيقة السنة هذه أكيد طموح النادي الأهلي وجماهير هو الوصول للنهاء البطولة وأنهم يحققوا مركز أفضل من المركز التالت اللي قدر يحققوا تلت مرات قبل كده في 2006 و2020 و2021 إن شاء الله الأهلي يقدر يحقق نتاج إيجابية ويقدر مرس القولر أنه يعالج المشاكل الفنية اللي بيمر بيها الأهلي الفترة اللي فاتت يعني كان فيه شوية كده مشاكل خصوصا مشكلة إهدار الفرص يعني لما نيجي نشوف كده أرقام الأهلي في الأربع أو السبع مباريات الأخيرة الأهلي صنع تقريبا 101 فرصة أو أكتر كمان سجل منهم كم هدف؟ 9 هدف بس يعني من 101 فرصة 9 هدف طبعا ده غير تزبزب الواضح في أداء النادي الأهلي هذا الموسم بداية من خسارة بطولة السوبر الأفريقي قدام اتحاد العاصمة الجزائري وبعدها توديع بطولة الدوري الأفريقي الجديدة بعد الخسارة قدام سان دانس في مجموع المبارياتين 1-0 نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي وأنه تخطى الفترة اللي فاتت ويوصل لنهائي البطولة مش مجرد مركز تالت زي اللي حصل قبل كده يعني احنا طبعا عندنا أمل كبير في النادي الأهلي